السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحلم آخر الأخبار وآخر المستجدد من أهم المواضع اللي هنتكلم فيها اليوم وهو الجزائر في موقف لا تحسد عليه الكاف أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجبر الجزائر للرضوخ لشروط المغرب أو لشروط الجامعة الملكية المغربية كذلك نرى رسالة ملكية مفاجئة لداعمي البوليزاريو اللي هي كوبا خمعي الإخوان نرى التفاصيل دائما نتمنى منكم أنكم تدعمونا بالضغط على زر إعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك بشهد الفيديو يحقق لنا نتائج إيجابية ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله قد ندخلوا صور بالموضوع وقد نبدأوا بهذا الفيديو عبد الكريم الخطابي أو الخطابي دكتور الخطابي جزائري وكلهم في الريح جيب لي واحد من الراكش ولا جيب لي واحد من الدار البيضاء ولا جيب لي واحد من تازا مكاش يا دكتور لحقائق نحن شعب لا نوع يا ودي شعب لا رحك شعب وأخم كما سمعتوا الإخوان في هذا الفيديو قال لك باللي عبد الكريم الخطابي رجعت جزائري يعني قال لك الأصول دياله هي جزائرية بصرحة هاد الناس رجعوا كيف وجعلنا ورجعنا كانت شفقوا عليهم كيتكلموهما واتقين فرصهم على أساس أنهم كيقولوا الحقيقة ولكن من اللي قالوا بالله الأهرامات وجدت في الجزائر وكذلك أخرها قالوا أوسيك بالجزائر يا محمد الجزائر رجعت ليك وأحب البلدان إلى قلب هي الجزائر إذن رفع عنهم القلم وصدق من قال الجزائر ميفعقل أما الآن الإخوان سنتقلوا لموضوع ديالنا الرئيسي الاتحاد الإفريقي لكورة القدم أخيرا بدأ يرغم الجزائر على الرضوخ لشروط المغرب أي لشروط الجامعة الملكية المغربية أول يوم الاتحاد الإفريقي لكورة القدم يفرض شروط على الجزائر هاد الشروط اللي من بينها كان الشرط أو شروط المغربية شفنا الشروط ديال رئيس الجامعة الملكية المغربية اللي هو سيد فوزي القجع اللي هي شروط ماشية عجيزية شروط مشروعة طلبها المغرب وكينا بونود اللي هي واضحة احترام بونود ودفتر التحملات إخواني أخواتي اعتبروا الدولة اللي هوك أو الجارة الشرقية باللي هاد الشرط هو تدخل في سيادة وخرجوا كي يستفزوا المغرب قال الكواش الجزائر غادي تخرج تصرف على الوفد المغربي هنا السيد فوزي القجع خرج وبدأ كيف يفهم لهم بشوية بحال الله كيف يفهم الوليدات ديال التحضيري بالخوشيبات هنا فوزي القجع كي يقول لهم باللي احنا يا الحمد لله عندنا طائرات يعني المغرب عنده طائرات رحهم غير محطوطين ولكن المغرب كي يطلب واحد الخط مباشر باش الوفد ديالنا ما يتكرفسش يمشي في واحد الحالة يكون مرتاح يعني يكونوا تسهيلات في الصفار هنا غادي ياخدوا هاد الكلام ديال فوزي القجع والبارح كما تشاركت معكم خرجوا كي يقولوا بلي فوزي القجع يتخلى عن شروطه ويضطر الى الرضوخ للجزائر المهم على ايين تكلمنا في هاد الموضوع واليوم يستفاقوا يعني هاد الكابرانات وهاد نظام العسكري الجزائري يستفق على رسالة من الكاف وثقة اللي فيها عدة بونود غادي نشوفوا بند من هاد البونود اللي هو مهم جدا وفي هاد الشرط من شروط ديال المملكة المغربية او الجامعة الملكية المغربية رح يا الاخوان هاد الجزائر الى بقات مستمرة في تعنط ديالها رحشان غادي يكون في خبار كان هاد الفقرة من هاد البونود او من هاد البيان اللي رسلوا الكاف للجزائر كتكون بلي الى كين مطر دولي في المدينة تكون او اللي تكون فيه المباراة او بالقرب من هاد المدينة بمسابق اقل من متين كيلومتر والى هاد الفارق الزائر قرر او رغيب في النزل مباشرة في هاد المطار فعلى الفيدرالية المستضيفة يجب عليها تسهيل اجراءات الدخول الى الدولة او الى المدينة المستضيفة او المحتضنة البطولة وبالتالي الجزائر هي مضطرة وبستفع لها توفر سهيلات باش لمنتخابات يدخلوا في ظروف جيدة وهذا هو حتى الشرط ديال الفوز القجاه الكاف سنت عليهم 24 ساعة لان وزير رياضة كان قال ليهم اعطوني مهلا دي 24 ساعة ما جاوبوش سبرت عليهم 72 ساعة ما جاوبوش وها اليوم صبحت عليهم بهذا البيان اللي فيه بنود باش يحافظوا على ماء وجه الجزائر وخاء ما عندهم وجه ولكن يعني دخلوا بزاف ديال البنود من بينهم البند او الشرط المغربي وبالتالي الكورة راه في الملعب ديال الجزائر من العقوبة القاسية ديال الكاف او من الرضوخ للمملكة المغربية طبعا الاخوان انتقلوا لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله اللي ارسلوا واحد الرسالة مفاجئة لأكبر داعمين ديال البوليزاريو من بينها الداعمين هي كوبا جلالة المالك محمد السادس حفظه الله اليوم كيبعت واحد البرقية تهنئة الى الرئيس الكوبي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني وعبر له عن تهانيه وتهاني الشعب المغريبي واطيب المتمنيات هذو هما اخلاق الملوك الاخوان امبراطور حفظ الامبراطور صواب الواجب الديبلوماسي نشوفوا الدلالة ديال هذه الرسالة الاخوان ويضيف ويطيب لي ان اؤكد لكم حرص المملكة المغربية الشريفة على مواصلة تعزي الصدق والتعامل التي تجمعنا بجمهورية كوبا لخدمة المصالح المشتركة بين شعبينها وترصيخا لجسور تعاون جنوب جنوب يعني اخواني اخواتي هذا الهدف من هذا الشي هو خدمة مصالح الشعبين يعني الشعب المغربي والشعب الكوبي هنا دعوة غير مباشرة من صاحب الجلالة للرئيس الكوبي باش تكون عنده واحد الالتفاتة الى المصلحة ديال الشعب دياله ثم ترصيخ لجسور تعاون جنوب جنوب لفيه مجالات متعددة هنا ارى بطبيعة الحل الرسالة واضحة قائد البلاد اللي هو ملك البلاد اللي هو حامي 40 مليون مغربي وحارس على المصلحة ديال الشعب دياله هنا الرسالة للرئيس الكوبي يعني باش يشوف المصلحة ديال بلاده وديال شعبه الرئيس الكوبي غد يفكر يقول بلي الدولة دياله هي دولة ضعيفة والمغرب ما عنده ما يستفد منها ومع ذلك المغرب كيف يفكر في المصلحة ديال الشعب الكوبي وكذلك ترصيخ جسور ديال تعاون جنوب جنوب وبالتالي هذه الرسالة للرئيس الكوبي بحال مقارنة يعني صاحب الجلالة كيقول الرئيس الكوبي قارن ما بين المغرب والجزائر واين مصلحة شعبك شوف فين مصلحتك وفين مصلحة الشعب ديالكم واش مع الجزائر او مع المملكة المغربية الشريفة نص جد مختصر ولكن عنده دلالات تقيلة دبا النظام الكابرانات الإخوان غير غادي يسمعه ويتوصلوا الخبار ديال هاد الرسالة من صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله مباشرة غادي يكتف الاتصالات دياله مع الرئيس الكوبي وخصوصا ان القيادين ديال البوليزاريو يعني الكبار عندهم تمام مشاريع كبار في كوبا هنا غادي يكونوا تحركات ولكن رغم ذلك هاد الرسالة ديال صاحب الجلالة هي رسالة تقيلة جدا وفيها بزيف ديال المعاني ثالة سياسية ديبلوماسية للكابرانات ما غاديش يفهموها بطبعة الحال تحية كبيرة لقائد البلاد لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ديبلوماسية الرزينة ديبلوماسية الحكيمة تحية الجميع المغربة اينما كانوا دمتم في رعاية الله شكرا للحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته